عايزين ناخد من الفساد الموجود في حياتنا ونروح لمنطقة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته وإزاي نقتدي بي أو إزاي الصحابة كانوا بيقتدوا برسول الله في أي فعل بيفعله؟ المستحق لكل غايات الثناء هو الله والمستحق لكل غايات الجلال هو الله والمستحق لكل غايات الكمال هو الله المتوحد في جلاله وفي عظمته من غير تكيف ولا تحديد لأنه هو العلي فلا علي غيره وهو القويج وهو الوليج وهو الحميد الغني المغني المبدء المعيد المعطي الذي لا يفنى عطاؤه عن عباده أبدا ولا يبيد وهو المانع فلا معطي لما منع ولا رد لما يريد حقيقة ظهر الفساد في البرج والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا إيه لربنا عايزوا من الإنسان؟ لعلهم يرجعون يرجعون إلى من؟ يرجعون إلى الله؟ يرجعون إلى الخالق يرجعون إلى ربهم إلى الكريم كيف تطلب كرم وأنت بعيد عن الكريم؟ كيف تطلب رحمة وأنت بعيد عن الرحيم؟ كيف تطلب غنى وأنت لا تعود إلى الغاني؟ وأنت لا تريد أن تعود إلى الغاني؟ كيف تطلب قوة وأنت لا تريد أن تعود إلى القوي؟ الصحابة رضوان الله عليهم اقتدوا بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكان أجود ما يكون في رمضان هذا المنهج منهج تعلمه الصحابة وتعلمته الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تعلموه كلمات تقال ولا شعارات يهتفون بها إنما تعلموه حقيقة لأن كل شيء له اسم وله صورة وله حقيقة الاسم لا قيمة له في دنيا الناس الشكل لا قيمة له في دنيا الناس المهم حقيقة الأمر ولذلك قال الله جل وعلا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لما اختلفوا في غزوة بدن من كان يقوم بحراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قام بجمع الغناء والذي كان يقاتل جمع الغناء ما ذم من كان يقف لحراسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأصبحوا يتحدثون ببعض الكلمات فنزلت الآيات يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله نحن نحتاج إلى طاعة الله نحن نحتاج أحوج ما نكون إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كنتم مؤمنين ثم قالت الآيات إنما المؤمنون تريدون أن تعلموا من هم المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا المطلوب حقيقة الشيء بسيطة تصدق بها سيدنا علي سيدنا علي كان فقير يعني بعض الناس المشكلة أن بعض الناس يظن أن الصدقة هذه للأغنياء لمن آتاهم الله بس أنت تحتاج إلى الصدقة صحيح يا سيدي أنت تحتاج إلى الصدقة وتحتاج إلى الحسنات أكثر مما يحتاج صاحب الصدقات إلى صدقته هذه قضية هذا دين متى سنقوم بفهم هذا الدين سيدنا علي كان فقير بلغتنا نحن كان فقير ولكن كيف يفتقر ومعه الغني ولذلك أول ما ورد في الصحف عبدي كفاك فخرا أني لك رب أنت رب للكريم أنت رب للعزيز الذي لا يغلب ولا يزل أنت رب لمن لا تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تقف أمام قوته ولا لأي إرادة على وجه الأرض أن تقف أمام إرادته ما الذي يمنعك من الإنفاق ماذا جلب لك البخل وماذا جلب لك الشعر التاريخ خير شاهد خير شاهد على هذا الكلام الذي ما أسعد الناس بماله ما سعد هو بماله كل من لم يسعد الناس بماله ويفرحهم بالنفقة ويفرحهم بالبزل ويفرحهم بالعطاء ما فرحه هو بماله ترجمة نانسي قنقر